كابتن عماد الكلام عن نقطة مهمة هي التركيز في نهاية الهجمات تغييرات النهاردة كانت الإصابة والتواقف الدولي اللي جاي فرصة للنادل أهلي للتقاط الأنفاس كلمنا على طاقف الدوري الدولي يا سامة وهو أتكلم على جزء مهم الأول هندي راحل للعيبة يشوف أهليهم يحتاجين يريحه ياخدوا نفس كده هتكلم بقى زهني كده أنت بتكلم على جزء زهني كويس راح للعيبة عيش حياتك بدون ضغوط بدون مباريات بدون تمارين يومين ثلاثة وبعدين يرجع يشحن بقى من تاني البطاريات وتبدأ تشتغل عشان خاطر الفترة اللي جاية هتبقى فترة صعبة جدا وفيها ضغط مباريات وتحتاج لكل اللعيبة وعلى طبعا على كولر أنه يجهز كل اللعيبة للفترة اللي جاية تكلم برضو على أداة اللعيبة والفريفش في مبارات سيراميكا وكلم خاصة على شرط التاني وتنفيذ التعليمات لأنه برضو تكلم على شرط التاني لمبارات زد على عدم تنفيذ بعض التعليمات فهنا برضو من الحياة اللي هو كان مركز عليها في الكلام وتكلم كمان على قوة فري زد في الفري المنافس اللي كان بلعبك النهاردة وهو مبسوط طبعا بالصفقات اللي موجودة وبيتكلم على الدعم اللي موجود في يناير وتكلم طبعا على هدف طاهر وقال إنها من لعبة يعني متحفزة للعيبة ومن مجهود ما بين طاهر وما بين عمر كمال وتكلم برضو على يوسف أيمن والساعي بالنسبة لأنه هو لعبة جديدة أشرف داري لسه متأخلموش مع الفري فتوتا للكلام الشكل العام لوشه بس يتحس أنه هو يعني بيكلم مش مبسوط عكسه مبارات سيراميكا مبارات سيراميكا النتيجة الكبيرة كان بيكلم هو مبسوط وفخور أكتر بأداف ريته النهاردة نوع من أنواع عدم الرضا وده برضو مطلوب وهيوصل أكيد للعيبة لو ما كانش النهاردة لما العيبة تروح المنتخبات وترجع لك مرة تانية هتبتدي بيه خاصاتنا من المدربين اللي بيحب دايما برضو سامة المحاضرات وبتكلم مع اللعيبة وبتكلم على الأخطاء كل حية زي ما مدروسة جوالنادي الأهلي سواء بمحاضرات فيديو سواء بمحاضرات نفسية بدعم للعيبة في الفترة اللي جاية لأن الفترة اللي جاية صعب أن أنت تقدي شرط بالشكل أنت محتاج تسعين دقيقة أو تأمين المكسف يعني هدف لأنت تأمين المكسف دايما هيبتدي من بعد أتكلم على ذي كمان اللي هو قال لك من الإجابيات أننا حتى ما أدناش فرصة للمنافس فرقة كويسة لكن ما كانش عندهم فرص كبيرة للتهديف يعني فرص خطرة ما فيش مركزات في الملعب اللي بوقفة صح يعني أتكلم على ذي كمان بشكل جيد جدا رغم أنه الأداء مش عجبه قوي لكن كمان بيكلم أننا ما كانش في فرص خطيرة أو الفريق زد على مرمى الشرط